موسيقى بالنسبة للمهاجرين العالقين في ودي المغطة هم ينحدرون من دولة السودان أو من السيرليون أو من النيجر من الكوديفور من بوركينافاسو وغينيا وعديد الدول الأخرى سواء كانت في جنوب الصحراء أو كذلك حتى في غرب إفريقيا بالنسبة لدخولهم عنا تقريبا حوالي 78% دخلوا إلى تونس عبر البر والبقية كانوا عبر الجو وبالنسبة في دراسة حالة ودي المغطة أنه اللي دخلوا إلى تونس هم دخلوا عن طريق الدولة الجزائرية ويقرر في الدراسة أنه 77% منهم أن السلطات الجزائرية هي التي دفعتهم باتجاه تونس وبالتالي هناك تصدير إلى أزمة الهجرة إلى تونس من قبل الدولة أو السلطات الجزائرية موسيقى في أسباب الهجرة في ودي المغطة ثم الهجرة الاضطرارية وهم الهاربون من الحرب مثل السودان أو الاضطرابات السياسية مثل بوركينافاس وغامبيا وغينيا هناك أيضا أسباب للظروف الاقتصادية والاجتماعية هناك أسباب الولوج إلى الحرية وهناك كذلك أسباب صحية هناك من يريد أن يأتي إلى تونس أن يعالج أو يبحث على الحرية ولكن عبوما في القدوم إلى تونس هم في النهاية قادمون من غابات إفريقيا وصحرائها حالمون فقط إما بمكان للأمن إلى أن تنتهي الحرب أو حالمون بالوصول إلى الضفة الشمالية إلى البحر الأبيض المتوسط تقريبا 52% هم يبحثون عن فضاء آمن إلى أن تنتهي الحرب في السودان أو بعض الابترابات السياسية وعنها تقريبا 42% هم يريدون الوصول إلى أوروبا يعني في النهاية مشروع هذا ما تتحدث عنه يعني القوى اليمينية والشعبوية مشروع الاستيطان فهو تقريبا يمكن ضحظه من خلال التفسيرات ومن خلال الأرقام ودينا مغطى مكان بلا ظل مكان بلا أعشاب مكان بلا ماء مكان يفتقد إلى كل المقاومات السوسيولوجية الحياتية في الدراسة يقر أكثر من 97% بأنه المكان غير مهيئ للغيقامة في الظروف يعني في وادي المغطى يعني هو مكان مرتع للحشرات السامة وهذا رصدناه يعني وشفناه ودولناه في الدراسة وفقا كذلك للفاعلين على سبيل المثال في الهيلة الأحمر والخير يتحدثون أساسا عن استحالة تحويل المكان إلى مركز إيواء للمهاجرين أو للاجئين فإنه المكان يبتعد على المستشفيات هو على بعد واحد كيلو متر فقط من دولة الجزائر فبكل يعني المقاومات والمعايير الدولية والحقوقية والإنسانية لا يمكن لذلك المكان أن يعيش فيه البشر أو الإنسانية هناك تشكيات من قبل دور السلطة السياسية توليسية لأنه في الدراسة 100% من أفراد العيد المستجوبة يقرب أن السلطات التوليسية هي التي وضعتهم في وادي المغطى وبالقرب من الحدود التوليسية الجزائرية وفي هذا السياق أساسا يعني عنا تقريبا أكثر من 53% يعانون من الجروح والألام في وقت فيه 96% لم يتلقوا أي مساعدات طبية منذ دخولهم إلى تونس وثم يقروا أكثر من 68% بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات طبية في وادي المغطى فحتى المساعدات التي اطلقوها هي بالأساس شبهة طبية وليست طبية ثم معينناها أساسا في وادي المغطى واطلقنا عليه العنوان في الدراسة بأن الحرس الوطني أمامكم والدرك الجزائري وراءكم فهم محاصرون ما بين القنابل المسيلة للدموع التونسية من قبل الحرس الوطني ومن قبل الطلاقات النار في الهواء بالنسبة للسلطات الجزائرية فهم أساسا عالقون ما بين الجحيمين سواء كان الجحيم التونسي أو الجحيم الجزائري 58% يؤكدون في الدراسة أنهم تعرضوا إلى مضايقات عنصرية وفقا للروايات الشفوية فأن المضايقات تصاعدت أساسا ما بعد 21 فيفري 2021 أي ما بعد بيان رئاسة الجمهورية لأنه كما نعرف جدا أن النخبة السياسية التي تعمل على دغدغة المشاعر الجماعية والتي أنتجت رهاب من المهاجرين سياسة مصار 25 جوليو اليوم هي لا تختلف عن مصار جورجيا ميلوني في إيطاليا أو حتى ما قبلها ماتينو سالفيني أساسا في إيطاليا للأسف اليوم هناك ابتزاز من قبل دول الاتحاد الأوروبي على تونس وتحول تونس من حارس مرمى الاتحاد الأوروبي إلى سجان حقيقي للمهاجرين فاليوم هناك تقاطعات ما بين الدولة الإيطالية وما بين ما صار 25 جوليا كلاهما يعملان على نبث المهاجرين يحاولوا يخلقوا ديناميكية شعبية وتعبئة مجتمعية وشعبية على حساب المهاجرين اليوم للأسف هناك انتكاسة في تونس وملف الهجرة أصبح ملف للمفاوضات المالية العالمية من 25 جوليا إلى حد هذه اللحظة عنا أكثر من 90 ألف شخص تم اعتراضه بالشواطة التونسية عنا أكثر من 1080 فقيدة ومفقودة في البحر الأبيض المتوسط عنا تقريبا 26 طائر الترحيل القصري من إيطاليا عنا سناء خمسة رحلات ترحيل قصري من مطار ليبزيغ ويلمانيا يعني تقريبا المشهدية حسمت في تونس منذ 27 جوليا 2020 بتاريخ زيارة تشيالة المرجيزة إلى تونس وحينها أعلن رئيس الجمهورية خضوعه إلى سياسات الاتحاد الأوروبي هذه خلقت ما تسمى بالحدود التميزية التي خلفت فقط المآسي الإنسانية في الشواطئ التونسية واليوم لم نعد التحدث فقط عن المآسي في الشواطئ وإنما حتى الحدود البرية وما بين أبناء الجلد الواحدة جلدة الأفارقة تحولت الحدود البرية مصرحاً للمآسي الإنسانية أساساً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة